السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجد عبد الرازق استشاري جهاز هضم وكبد وحميات أتشارب بوجودي معكم موضوعنا اليوم عن لقاح سينوفارم الصيني هذا اللقاح تم تجربته في المراحل قبل الإكلينيكية على الحيوانات ونجح التجربة وأيضا تم تجربته في المرحلة الأولى على أقل من 100 شخص ونجحت التجربة وتم تجربته أيضا على أقل من 1000 شخص في المرحلة الثانية ونجحت التجربة وتم تجربته أيضا على المرحلة الثالثة في عدة دول في الدول الأمريكية الجنوبية وفي أفريقيا ونجح أيضا في المرحلة الثالثة التي هي ما بين 1000 شخص و 10.000 شخص وبالتالي تم التصريح له بالاستخدام الطارق لهذا اللقاح الذي هو سينوفارم درجة كفاءة سينوفارم تصل لـ 79% من كورونا ذات الأعراض لكن تصل من 90% لـ 100% للأعراض الخطيرة أو للأعراض التي تحتاج إلى مستشفى هذا اللقاح يعتبر إلى حد كبير آمن وتم تصنيعه بالطريقة التقليدية مثل ما كنا نصنع اللقاح فيروس بيه الكابدي أو تيتانوس هذا اللقاح تم تصنيعه عن طريق أن نقوم بإقصار للفيروس في الأعضاء الداخلية للشمبانزي وبعدين نأخذ هذه الفيروسات نعمل لها Inactivation يعني نأخذ الجزء الخارجي فقط ونسيب الجزء الداخلي وبالتالي هذا الجزء الخارجي لا يستطيع أن يتقاصر بعد ذلك نحقنه في الشخص الذي نريد أن نعمله نوع من أنواع الحماية أول ما نحقنه تتعرف على هذا الجزء الخارجي تتعرف عليه الخلايا الدفاعية الماكروفاش وبعدين تتقاصر وتنبه T-Hilber Cells وتتقاصر وتنبه Beta Cells وتتقاصر وتنبه خلايا البلازما Cells هذه البلازما Cells هي التي تكون الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا وبالتالي نجحنا في أن نحصل على الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا بدون أن يكون لدينا نفس الفيروس يعني الذي يوجد لدينا السطح الذي يحتوي على سبيك بروتين فقط لغير وبالتالي يعتبر التصنيعه إلى درجة كبيرة آمن أولاً بالنسبة لهذا اللقاح نعطيه على هيئة جورايتين ما بينهم من أسبوعين لأربع أسابيع وأيضاً يتميز هذا اللقاح بأن حفظه في التلاجات العادية ما بين درجتين وثمان درجات مئوية وهذا الذي يجعل سعره رخيص وفي نفس الوقت التصنيعه كلاسيكي وبالتالي نستخدمه في معظم الدول النامية أيضاً هذا اللقاح زي ما قلت لكم درجة الكفاءة عالية تصل إلى 79% وطبعاً هذه تعتبر نتيجة ممتازة جداً لللقاح لكن زي ما قلت هذا اللقاح ممكن الشخص الذي أخذ اللقاح ممكن أيضاً يصاب بالعدوى لكن لا تكون خطيرة ولا تحتاج لمستشفى ستكون الأعراض بسيطة لذلك ننبه الناس الذين أخذت التطعيم أولاً يجب أن تلتزم بالكمامة يجب أن تلتزم بغسيل الأيدي يجب أن تلتزم بالتباعد الاجتماعي لأنه أيضاً معرض أن يأخذ العدوى في أي وقت والخطورة أنه عندما يأخذ العدوى لا يكون واخد باله أنه عنده كورونا لأن الأعراض تبقى بسيطة يعني قليلاً زكام أو قحة أو عطس وبالتالي هو غير متنبه الذي يمكن أن ينقل العدوى لأشخاص آخرين تكون المناعة بها قليلة وبالتالي يحدث أن الميكروب يكون شديد عليهم بالنسبة لهذا اللقاح لم يتم تجربته على أقل من 18 سنة أو أكثر من 60 سنة أو على السيدات الخوامل أو للناس الذين عندهم إيدز لكن نحن نتوقع أن هذه الحالات ممكن في المستقبل الذي نعطيه لهؤلاء الأشخاص لأن طريقة التصنيع تعتبر إلى حد كبير آمنة بالنسبة لهذا اللقاح طبعاً كما نعرف أن ظهور دلتا المتحور الجديد يجعل هذه اللقاحات التقليدية أقل كفاءة في الحماية من المتحور الجديد الذي هو دلتا لكن لا زال السينوفارم يحمينا من متحور دلتا بدرجة عالية بالنسبة للسينوفارم أصبح الآن منتشر في أكثر من 70 دولة في جميع أنحاء العالم وفي نفس الوقت كما قلت لكم يعتبر إلى حد ما آمن ما هي الأعراض الجانبية بتاعته؟ الأعراض الجانبية بتاعته ممكن يؤدي في الجرعة الأولى أو في الجرعة الثانية إلى تورم مكان الحقنة في بعض الأحيان إحمرار، في بعض الأحيان ألم وفي بعض الأحيان ممكن يحدث ارتفاع في درجة الحرارة ممكن يحدث غثيان، قيء، إسهال، آلام في البطن لكن كل هذه الأعراض تعتبر إلى حد ما بسيطة وممكن لو الشخص أخذ براسيتامول هذه الأعراض تزول طبعاً هذا اللقاح تعتبر الأعراض بسيطة نوعاً ما بالنسبة للقاحات أخرى كما قلت لكم لأن فكرة التصنيع بتاعته تعتبر فكرة قديمة كنا كنا نستخدمها في تصنيع لقاح التيتانوس وتصنيع لقاح فيروس به الكابدي طبعاً بالنسبة لهذا اللقاح لا يسمح بإعطاءه للناس الذين عندها درجة حرارة عالية يعني الى فوق 38.5 لا يسمح بأننا نده لهذا اللقاح أيضاً بالنسبة للناس الذين عندها حساسية جديدة من الجرعة الأولى لو خادت الجرعة الأولى و وجدنا عنده حساسية جديدة لا ينصح بإعطاءه الجرعة الثانية طبعاً بالنسبة لهذا اللقاح كما قلت لكم هو منتشر في معظم الدول النامية و يتأخذ على نطاق واسع وحتى الآن لم تظهر له آثار جانبية خطيرة يعني لا يظهر مثلاً تجلطات أو شلل وبالتالي ننصح به للحالات التي عندها أمراض مزمنة مثل الناس الذين عندها ضغط عالي أو سكر مرتفع أو الناس الذين عندها مشاكل في القلب أو في الرئة فيعتبر إلى حد كبير آمن بالنسبة له أشكركم جزيل الشكر و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر